موسيقى أستاذ وليد فكري أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أهلاً بكيفة وأنا يعني أعتقد أن احنا يعني مقبلين على مناقشة موضوع في منتهى الأهمية موضوع التاريخ وكتابته بس أنا الحقيقة عندي سؤال في البداية حضرتك دارس أساساً للقانون مالذي يوجهك إلى الكتابة وفي التاريخ والله هو الموضوع طويل يعني أنا من زمان عندي فكرة أنه ما فيش حاجة أسمعه هو كده أعرف الطفل اللي كان بتجيله اللعبة يفككها عشان شو بتشتغل ازاي هذا كنت الطفل ده فمن زمان كنت مهتم بفكرة أن لازم أعرف اللي وراء كل حاجة مع الوقت طبعاً الكلام ده وانا من وانا صغير اهتمامي بالتاريخ من وانا طفل وصغير فكرة الكتابة جات في مرحلة لاحقة أن أنا أفكر طب أنا عايز أبتدي أكتب في هذا طبعاً يعني كتير بيسألوني أحياناً بعض الناس يقولي عندي مهمة كتابة وعايز أكتب في التاريخ أعمل ايه؟ خد وقتك في أنك تأهل نفسك فاللي شدني بعد كده لكتابة التاريخ كانت فكرة أن طيب أنا قريت ماذا بعد عندي فيه أفكار فيه حاجات عايز أتراحها وكانت النقطة المهمة أو التحدي المهمة عندي أن شباب كتير من جيلي بالذات والأجيال اللي بعد كده بيخافوا من قرية التاريخ أنه بيتم تناول التاريخ إما بطريقة يعني سطحية خفيفة بطريقة هل تعلم مخلصة على كده إما بشكل أكاديمي جاف فأنا كنت عايز أوصل اللي هنا لللي هنا وقدمت بالتاريخ المصري بشكل خاص بطبيعة الحال التاريخ المصري بالأبعاد المختلفة المكونة ليه الأبعاد يعني بمعنى بتقاطعاته مع مع تاريخ العالمي لأن احنا في مصر هنا عندنا التاريخ مرتبط بالهوية المصرية القديمة مرتبط بالهوية الأفريقية الهوية البحر المتوسطية الهوية العربية الإسلامية وكله فبالتالي تاريخه تشابك فعلا بالضبط التقاطعاته كان مهم جدا أن أنا أصلت الضوء عليها بحيث أن ما ينفعش أن احنا أنا بتعلم مع التاريخ بعتبره وده كان عنوان لفصل في أحد كتبي أنا بعتبر التاريخ مسألة أو معرفته مسألة أمن قومي أمن قومي أمن قومي أنا بعتبرها كده لأن الشاب اللي ما يعرفش تاريخه تاريخي ده هو اللي بيربطني بالانتماء ببلدي بالوطن من أول انتمائي لعائلتي لحد انتمائي للوطن لحد انتمائي للحضارة الإنسانية كلها طب الرابط ده لو أنا ما عرفش حاجة عنه أنا واخده كده بالوراثة وخلاص يعني أنا كده واخده بماشي بقصور الذاتي ما ينفعش يعني قرأت كثيرا في التاريخ وأنتجت من سنة 2009 حتى الآن حوالي تسع كتب يعني يعتبر أنتك غزير في هذا التوجه يعني أنا متفرغ للكتابة كنت وقتها قبل طبعا ما أدخل ما أبتدي في موضوع البرامج فكان الوقت كله مش بعمل حاجة تقريبا يعني أنا بتعمل مع الموضوع كهواية يعني دايما بيقولوا الشغل المثالي هو اللي بتحس أنه أنت بتعمله أنك مش بشتغل أنت بتمارس هواية فده كان يمكن أنه هو اللي أثر على فكرة غزارة الانتاج